كل ما عم بكبر أكتر كل ما عم يكبر أكتر تموحي ما في كاش في Miss World ياسمينا من إليك أهلا وسهلا فيك بفوشيا خذينا اليوم من بعد الوصيف الأولى لملكة جمال العالم اليوم شو اللقمورية اللي تغيرت فيك؟ كتير قصص تغيرت حاستك أنه العالم شافت بوتانشلز كنت أنا شايفيتم بحالي بس كنت بدي فرجها للعالم فهموا أكتر شو كنت عم حضر خلال هيدا السنة وصاروا يعرفوا أنه في كتير قصص سيكرت نعتريتهم مفاجآت أكبر وأكبر إن شاء الله اليوم قدت طموحيك صار كبير بخاصة أنه بطلت تقبل بالأمور القليلة أكيد طموحي كل ما عم بكبر أكتر كل ما عم يكبر أكتر طموحي وكل ما عم بعمل جول عم يكبر أكتر الجولز دي إلي وأحلامي فأكيد عم يكبروا عرفنا أنه أنت مضيتي مع Miss World وراح يكون في إليك جولات كميرا أمتين رح تبلشي هيدا الجولة؟ الأول جولة إلنا وحتكون بدبي وبعدين حنبلش بتور حول العالم بكتير بلدين من أفريكا أمريكا يوروب إيجيا وإن شاء الله بلبنان كمان في الكل اللي بحبك إن عم بقول إنه هلأ حياتك الخاصة بدك توقفيها لأنه كرميل هالتورات والشهرة يلي إنت عيشتيا أكيد في أسس هلتوقف كرميل أسس أكبر عم تتحدر فلنربح شي لازم نخسر أسس كمان هل تأجل النصيب؟ لا هلأ أراد يوم أجلت واني موان بعدين صغيرة بما إنه عم نشوف عم بياخدوا مشتركات لملكة جمال لبنان شو النصيحة يلي بتقدمي لإياها وقداش هيك الزعلانة أنت رح تسلم اللقب؟ من الزعلانة لأنه سنة سنتين وعطيت قدمة فيه وختمت بشي كتير حلل هو Miss World بقول لك البنة إنه تكون حالة وتعطي كل شي من قلبها لأنه هيدا الشي اللي حيكون عم بيميزة بMiss World ما تكون عنده هيدا المنافسة اللي بتأزي البنات التانيين أو بتأزي حالة تكون هي طبيعتها بيور وتوصل المسجز تتذكر هي ليش بللشت هيدا المشوار؟ قلوا عم بتسئلوا الكاش الليوم شا عملت فين بعد بMiss World ما في كاش بMiss World ما في وصفوا لك ما في كاش لا شكرا لأ شكرا لأ شكرا لأ شكرا لأ شكرا لأ